استهدفت وحدة عسكرية في ريف حلب رتل سيارات للإرهابيين أثناء محاولته الهروب من ضربات بواسل الجيش العربي السوري وأسفرت العملية عن تدمير خمسين سيارة للإرهابيين البعض منها مركب عليه مدافع ثلاثة وعشرين ميلي جرام والبعض الآخر يحتوي أسلحة وذخيرة كما أسفرت العملية عن مقتل وجرح عشرات الإرهابيين ومن الإرهابيين القتل عمار ورضوان شخير إلى ذلك واصلت قوات الجيش عملياتها النوعية لتطهر قرية الزغبة من العناصر الإرهابية التي هجرت السكان وأحرقت المنازل وقد عثرت وحدات من الجيش على معمل للعبوات الناسفة ومخلفات غذائية تثبت الدعم اللوجستي الكامل الذي تقدمه أمريكا وقطر والسعودية للجماعات التكفيرية المسلحة أرادوها أن تسقط في قبضة خرابهم فسقطت أوهامهم ألوية الدمى وأحفاد الحقد اندحروا من هنا بسواعد الحق اندحروا وبقيت آثار دمارهم في قرية الزغبة في ريف حما تحكي همجيتهم وتفك رموز ثورتهم هذه القرية التي هجر الإرهابيون أهلها وعاثوا فسادا فيها هدموا البيوت وحرقوا بحقدهم أرزاق أهلها إلى أن دخلها الجيش العربي السوري وطهرها من رجزهم هنا كان بيت آمن أرغم الإرهابيون أهله على تركه ليحتله ويعبث به ويدمر كل محتوياته وتاريخ من عاشوا به وهنا أيضا استبدلت رسوم الأطفال وألوان الحياة ببذاءة الكلمات ومن كتبوها لتلوث الجدران بذكرى همجي هذا الزمان تكشف بعض المواد الغذائية التي تركوها من تركية ومصرية وسعودية وأمريكية فوية المتأمرين معهم على الشعب السوري وبعد أن فر صناع الموت هاربين اعترب واسلنا الأبطال في معمل على كميات كبيرة من الذخرة والعبوات الناسفة كانت مجهزة ومعدة للتفجير كما عثروا على مقر لقيادي الإرهاب كانوا يستهدفون من خلاله عناصر الجيش وبالقرب منه فوارغ وصوارخ وراجمات نحن أبناء الجيش العربي السوري كلفنا بمهمة تحرير الزغبة من العصابات الإرهابي المجرمي فتمت العملي وكانت نوعي في الحقيقة أثناء المداهمة تم القضاء على أعداد كبيرة منهم ومباغتتهم وملاحقة فلولهم حتى الآن يتم محدات جيشنا الباسل بملاحقة فلولهم في حوالي البلد وأثناء المداهمة تم العصور على معمل لتصنيع العبوات الناس في لم يتمكنوا من زرعها على الطرقات لقتل أفراد الجيش العربي السوري الزغبة آمنة بسواعد جنودنا الأبطال تنتظر عودة الأهالي وعودة الحياة من جديد بعد أن دحر من حاول تلطيخها بالخراب والموت ترجمة نانسي قنقر